أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة جذبت استثمارات بأكثر من عشرة مليارات دولار لعام 2021 وكشفت المنطقة في تقريرها السنوي عن أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة لتشجيع ولتحفيز الاتثمار فضلا عن القرارات التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعالة في منطقتين السخنة وبورسعيدة وكذلك بتوطين بعض الصناعات المحددة التي تتبنها مصر في خطتها الاستراتيجية القومية المزيد في سياق التقرير التالي نتابع مع حضراتكم تعزيز ريادة قناة السويس هدف تبنته الدولة بتوجيهات من رئيس السيسي لتحويل هذا الممر إلى شريان للتنمية فمع انتهاء عام 2020 تأتي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتثبت أنها قادرة على الإنجاز رغم الأزمات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كشفت في تقريرها عن أهم وأبرز التعقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البترو كيمويات في منطقة السخنة باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار وهي إحدى ركاز استراتيجية الهيئة 2020-2025 وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل كوب 27 ومع تبني الهيئة رؤية التمكين في المرحلة الحالية نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريباً مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها للمرة الأولى وفي إطار خطة الدولة لتطوير المواني البحرية أبرمت المنطقة تعاقداً مع هيئة الطرق والكبار لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر